اشتركوا في القناة مستفيدا من الميزات المتعددة والمواصفات التي حرصت الشركة على توفيرها داخل منزل العمر بما يتناسب مع وضع حكيم الصحي تقديرا لشخصه المنتمي لفئة ذوي العزيمة وتماشيا مع الإجراءات المعمول بها أصلا في كيفية الاستفادة من برنامج مزايا الإسكاني سارعت الجهات المعنية في وزارة الإسكان بالتعاون مع شركة ديار المحرق نحو تقييم حالة مالك الإرادة حكيم اليافع صاحب الأربعة وثلاثين عاما الذي أصبح خلال أربعة شهور مستفيدا هو وعائلته من برنامج مزايا ليستحق وحدة سكنية من بين تلك الوحدات التي تضمها ديار المحرق وتحديدا في مشروع ديرة العيون بالنسبة لبرنامج مزايا يعني يوت فرصة نفس الهدية من رب العالمين برنامج مزايا يناسب ويوننا كلنا يعني كمواطنين والحمد لله كانت خيرة أنه كان فيه هنا في ديرة العيون لأنه بعد جريب من منطقة راقية وبيوت ما شاء الله عودة ومجهزة بكل الأشياء المطلوبة برنامج مزايا وفر لك كل شيء وتسهيلات والحكومة ما قصرت والإسكان ويعني وزارة الإسكان بنق الإسكان والبنوك المولة وفرت كل التسهيلات اللي بس تقول لك هك هاي المفتاح واستلم بيتك وارتاح انتو عائلتك سرور يخالطه شعور بالامتنان والعرفان سكن جسد حكيم وأطفاله ليفيض لسانه بإعاز من قلبه الجميل بعبارات الشكر والثناء على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية متطلباتها ومراعاة شؤونها الصحية الخاصة بالشكل الذي يؤكد على أنها جزء لا يتجزأ من تكوينة المجتمع البحريني المتماسك مشيدا في الوقت ذاته بعظيم الامكانات والتسهيلات التي قدمتها شركة ديار المحرق وحرصها على توفير مسكن ملائم فيه العديد من الميزات والمواصفات التي تتوائم مع الحاجات المعيشية في منزل حكيم وفي باقي الوحدات السكنية المخصصة لغيره من المستفيدين من ذوي الشكيمة المعطاءة طبعا هي بيت مجهز ذوي الاحتياجات الخاصة فكان الاختيار الأولوية اللي فيه كان عندي كذا اختيار بس يوم قالوا لي ترى تقدر تاخذ ذوي البيت لأنه مجهز للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فهنا خذيته وكان لأنه مجهز بعد يعني ماشاء الله مجهزين لي مكان حق الويلتشير مجهزين لي حق اللفت حطي لنا اللفت حق الطابق الثاني كامل يعني الفاسيليتيز اللي هذي مجهزة بس حق ذوي الاحتياجات الخاصة باركوت خاصة عندنا مساحة وماشاء الله العيال مستونسين وخلاص ما يبون يردون بيت الوالد بعد كل ماله بس بابا خلنا قعد هنا خلنا قعد هنا لأنه متوفر لهم كل واحد حجرة خاصة عندهم الحديقة الخارجية مجهزين لهم تجهيز كامل برنامج مزايا هو أحد المبادرات التي تتبناها وزارة الإسكاني بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المتواجدين في قوائم الانتظار لتلفزيون البحرين محمد رشيدات